اشتركوا في القناة وإحنا صغيرين زي بقول في الشباب وفي الناشئين لكن الفرقة الكبيرة مش بنعمل إنجازات كتيرة ليه دايما مصر وهي بتحضر الأبطال الصغيرين بيبقوا تحضرين كويس ولما بيطلع مش بنستمر لازم نسأل كلنا نفسنا السؤال ده ليه في الرياضة المصرية مش بنستمر على فترات عشان نقدر نكسب بطلات عالم للفرقة الكبيرة أو نوصل لبقى أبطال عالم في الألعاب الفردية والأولمبياد ليه دايما كل الطفرة الرياضية اللي بنعملها بنعملها وإحنا صغيرين أمثلة كبيرة واضحة قدامنا منتخب شباب اليد منتخب ناشئ اليد منتخب الطائرة اللي كسب رابع العالم أو فاز بلقب حصد رابع العالم من مركز الرابع ولسه مبارح المنتخب الأولمبي وصل لتوكيو كل ده كل الرياضة دايما بنبص على رياضة والألعاب الفردية نفس الكلام كلنا وإحنا صغيرين ليه دايماً الرياضة أو المسؤولين على الرياضة مش بيشوفوا أسباب التغيير إيه ليه مش بندور على الهدف الرئيسي اللي احنا كلنا بنيتمناه إن مصر تتحقق مديليا أولمبية أو ترجط كبير جداً مطولة عيلاً في ألعاب جمعية بزياد ليه مش بندور على ده لازم يكون عندنا أسباب وتحليل منطقي جداً للأمور دي عشان نقدر نعرف إحنا ليه دايماً في الصغيرين بنبقى كويسين وفي الكبار مش بنوصل ممكن في الصغيرين بيقولوا إن الولد طبيعته بيقدر يلعب ويتعاية شوي وأول ما بنروح في السيستم أو بنروح في النظام بيختلف الوضع يعني إيه بيختلف الوضع بتاعه؟ بيختلف الوضع إنه هو لن بيخص في نظام اللعيب المصري مش عايز نظام مش عايز تحط في سيستم طول الوقت لكن وإحنا صغيرين نقدر نتعايش مع ده مع أنه كل الأنظمة كمان اللي تحطب بالمقارنة باللي حصل في الأوقات اللي كلها اللي فاتت في الرياضة دايماً إنجازات المصرية بتكون على إيد مديرين فنين مصريين مديرين فنين مصريين دايماً 95% من إنجازات الفرق الرياضية في مصر دايماً بتحقر عيد مديرين فنين مصريين وطنيين وطنيين عشانهم حاسس باللعيب يعرف يتكلم معاه ويتعامل معاه ويتقطب معاه بتفرق كتير جداً اللغة اللي اللعيب يتكلمها وهو والمدير بتاعه عن لغة اللعيب حتى ممكن معرفهاش يخلي مترجم جنبه يترجم له عشان توصل المعلومة للعيب أعتقد دلوقتي الرياضة في ثانية بتتغير الرياضة سريعة بيتغير الجيم فبحتاج المعلومة تيجي في الثانية تخش ود لعيب عشان يقدر ينفز نتمنى للمسؤولين يبحثوا والمسؤولين على الرياضة والقائمين على الرياضة يبحثوا إيه اللي بيحصل في السن السغير التفرقات اللي بديعملها وبعد كده نطلع للفرق الكبيرة أو المنتخبات الكبيرة ما بيحصل شي ده خلينا نفكر في الموضوع ده وفعلاً محتاج ردود ومحتاج كلام كتير جداً من المسؤولين عشان نعرف إيه اللي بيحصل خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي وبداية أخبار ندلي مع فريق كرة الرياضة فريق كرة الرياضة عنده مباراتين بكرة مع الجزيرة مباراة مهمة جداً ومع أصحاب الجياد ليه مباراتين مهمين؟ لأن دول بيوصلونا لنهاية الدور الأول أو الراوند الأولين أو الدور التمهيدة عشان نخش للدور المحترفين نادي الجزيرة كان كسب نادي زمالك في مباراة من أسبوعين فتساوت الكفة بين الأهلي والزمالك في الترتيب في الدوري الأول بفارق أهداف لكن خلينا نقول إن أصحاب الجياد برضو مباراة مهمة لان اصحابي جيب برضو عايزة تخش وتسعد ليه اول تمن فرق في الدوري في الدوري المحترفين لان بعد كده هيخدوا هيلعبوا دوري محترفين والنهاية لراوند من دور واحد واللي يكسب يشيل دوري المحترفين او يكسبوا. في مباراة مهمة جدا الاسبوع اللي جاي مبارات الاهلي والزمالك. مبارات الاهلي والزمالك. اتحاد اليد مشي على ضرب اتحاد كرة السلة. بمعنى ان اتحاد اليد كان اتحدد معاد لمباريات في الدور تمهيد حدد معاد مباريات الفرع. بس هو اشترت شرط. قال المورات الاهلي والزمالك. هتبقى في الاهلي هتبقى في الزمالك. هتطلع لملعب خارجي. لملعب محاية. هو قال كده في القرعة بتاعته. حدا تحترم جدا. مهم صالة الاهلي هي كانت المكان في القرعة ان كان الناد الاهلي يعب في ملعبه. مهم اتحاد اليد قال لك لا هنخرج لصالة ستة اكتور. كويس كل ده كويس غيرت وقتنا هذا. اكيد ابنا برضو احتراب الكامل لاتحاد اليد. كاملا. احنا في الاخر بنقعد مشكلة. ممكن تحصل. شفناها لسه من يومين. المهم. اتحاد اليد قرر بعد جواب هنطلع يطلع قدامنا ان خمسين خمسين. ان عندهم اجتماع تنصيقي يوم التلاتة اللي جاي. بيتكلم على ان خمسين من النادي الاهلي وخمسين من نادي الزمالك. الاجتماع التنصيقي منصق عام الكابتن احمد مصطفى. رئيس منطقة الجيزة. خلينا نرى الجواب. نشوف الجواب قدامنا. بيقول ايه? يسعدني يا نظر للاقابة ولاية الاهلي والزمالك الجمعة الموافق. ستة تسعة وعشرين حداشر. اه على صالة ستة اكتوبة. نرجو من سياداتكم. الحضور معايش اللي الخط مش بيانش وقت الاجتماع الفني الخاص بالمباراة. يوم التلاتة الموافق ستة وعشرين. اه حداشر في تمام الساعة الثانية عشر. اه عشر. بمقر الاتحاد. على ان يكون برفقة كشف باسماء السادة. الحضور اه في الاخر بيقول على ان يتعدى عدد الحضور خمسين شخص موسلين للنادي. وهكزا. طيب خمسين شخص اللي احنا بنتكلم عليهم دول. خمسين للزمالك وخمسين للاهلي. عايزين بس نعد. ونقول اتحاد اليد بس قبل ما يعمل القرارات. وقبل ما يعطي الاجتماع التنصيخ نقول له كلمتين مهمين. الخمسين حاجة بتكلم عليهم فيه اتناشر مجلس ادارة. في مدير تنفيذي للنادي. في مدير نشاط رياضي. في مدير مباريات. في مدير امن. كده دول ستتاشر. يبقى دخلنا في اربعة وثلاثين كرسي. لمين? للاستاد الحضور. استاد الحضور كمان اللي هم مين? مهم جدا. عندنا مباراة مرتبط وعندنا مباراة درجة اولى. دول طمانتاشر لعيب. ودول طمانتاشر لعيب. نقول له الاسرة فرد واحد فقط. ما ينفعش. هنقول له الاسرة اللي هي يجي يعني واحد وامراته. امراته تخش وهو يقعد يستنى لها برة. ما ينفعش. اتمنى الاتحادي لدي يعيد مرة تانية. العدد. لان المباراتين مهمين. اهلي وزمالك مرتبط ودرجة اولى. للفرقتين. انا بتكلم دوقتي على العدد اللي هو داخل الجمهور الداخل. لسه وكرناش على العدد الاتحاد كمان. فاتمنى الاتحاد اليد. نطلع لمية. لان لو حسبتها حزبة بسيطة اتنين في ستة وتلاتين لعيب. طمانتاشر درجة اولى. وطمانتاشر مرتبط. دخلنا في كام? دخلنا في ستة في اتنين وسبعين لواحد اسرة. دي اسرة. ما قلناش حتى يعني مدرب او رجل قديم لعيب قديم او جمهور. قلنا جمهور لا. انت قلت ان هو بيه كرنية الاتحاد او الناس المسؤولين. اتمنى العدد تنازر مرة تانية. العدد اللي هو خمسين. علشان زمالك. نقدر ندخل اعداد المتناسبة باع المباراة. دي رقم واحد. رقم اتنين. حضرتك اتحاد يد. هتدخل كام واحد. مهم جدا تقول لنا هتدخل كام واحد. ليه? ما تقولش انا صاحب المباراة. لان حياتك النهاردة العدد اللي هيخش من الاتحاد اليد. ناس هتقول ده دخل تابع الزمالك وناس هتقول دخل تابع الاهل. اتمنى ان احنا نراعي ده. انت النهاردة اتحاد يد فاصل بين الاهل والزمالك. حضرتك هتدخل تدعو مين? مجلس ادارة الاتحاد المصري? او العاملين في الاتحاد المصري. وليس بتدعو نجوم للعبة. لان لو وضعت نجوم للعبة من الزمالك. يبقى لازم هتدعوهم من الاهل. هتدعي خمسة من هنا? هتدعي خمسة من هنا. فلو سمحت برضو في المحضر التنسيقي. يتكتب من الاتحاد اليد. هيدعو عشر افراد اسبقهم موجودة. وفي نفس الوقت كبير. ايه الصحفيين الاسبقى اللي داخلها? بتبقى موجودة. يبقى كده فير. هنروح لاخر نقطة. كابتن احمد مصطفى وهو منصق عام المباراة. هو رئيس منطقة الجيزة لكرة اليد. اصق فيه تماما. حد محترم جدا. بصراحة شديدة. اتمنى منه وهو واقف في المباراة. ان الاهل والزمالك يكون الاعداد مزبوطة. حضرتك مسؤول. فاصل بين الفرقتين. عايزين المباراة تعدي مباراة حلوة. مباراة طليل والزمالك. مش عايزين اعداد زيادة. مش عايزين حد يتحسب على نادي او هتحسب على نادي الاهل. عايزين الفير بين الفرقتين. اخر حاجة لاتحاد اليد. اقول لهم ممكن تعملوا بجات. ميت بج. يتوزعوا ويتعلقوا زي موضوع تذكرتي بالزبط. يدوم مية للاهلي ومية للزمالك. والاتحاد الهندبول يلبس يلبس حاجة تانية. يبقى الامور فير. يبقى حتى وانت قاعد في المدرجات كراج رئيس مجلس ادار اتحاد المصري. او اتحاد المصري. عالف ده اهلي او زمالك. مش هتوزع تدور عليه كتير. عشان ما تقولش ده جمهور ايه او ده جمهور ايه. واللي مش نابس. يبقى هو ده الزيادة. اتمنى ان تكون رسالة وصلت لاتحاد المصري. وانا بقول لهم خطوة كويسة. اتمنى ان الخطوة اللي جاي يكون فيه جماهير تخش الى ارض الملعب. هنسيب اتحاد اليد وهنسيب الاجتماع التنصيقي وهنروح لجدول ترتيب النادي الاهلي قبل مباريات بكرة ان شاء الله الجزيرة واصحاب الجيال. الزمالك في المركز الاول لعب تلاتاشر مباراة اه كسب اتناشر. وخسر من النادي الجزيرة وبسبعة وتلاتين نقطة. عليه ليه ربعمائة تمانية وعشرين هدف. وعليه تلتمية اربعة واربعين هدف. نروح لجدول الاهلي مركز التاني لعب تلاتاشر مباراة. كسب اتناشر وخسر مباراة من هليوبلس. لقطه تلتمية تسعة وستين هدف. وعليه ميتين خمسة وستين هدف. بسبعة وتلاتين نقطة. المركز التالت تلايع الجيش اربعة وتلاتين. سبورتيج الرابع برسيد تلاتة وتلاتين نقطة. والخامس هليوبلس برسيد تنين وتلاتين نقطة. سموحة السادس برسيد تنين وتلاتين نقطة. ونادي الجزيرة السابع برسيد تسعة وتلاتين نقطة. والمعادي المعادي التامن تمانية وعشرين والاوليمبي تس التاسع ستة وعشرين مشترك معاه البنك الاهلي بستة وعشرين بلد بس في مركز العاشر حداشر جزيرة الورد الاتناشر اصحاب الجياد تلاتاشر آآ ستة اكتوبر اربعتاشر الظهور خمستاشر حدية الاهرام ستتاشر الطيران سبعتاشر الفايول تمنتاشر الحوار. بس في نقطة مهمة تانية عليها الاهلي عليه ميتين خمسة وستين هدف. الاسبوت ده اسبوت مهم جدا 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 للنادر الاهلي. لان فارغ الاهداف. لو المتين خمسة سينة معناها ان حارس المرمى والدفاع بتاع نادر الاهلي ان شاء الله بازل الله يكون في المعاد وان شاء الله عندنا ثقة فيهم لان مباراة مباراة مهمة مباراة قوية جدا في نهاية الدور اولاني او دور تمهيدي الاهل والزى مالك والمباراة الاقوى بس ربنا يكريم نعدي مبارات الجزيرة واصحاب الجياد كمان عنده مباراة الاهل هيطلع الاسكندرية ويرجع على مباراة الاهلي والزمالك وامنياتنا الطيبة الفريق اليد علشان ترجع علاقة مرة تانية بين فريق اليد وبين جمهور النادي الاهلي الكبير اللي عايزه يدعمه وان شاء الله بإذن الله أعتقد اللاعبتنا هتكون في المعاد بإذن الله في مباراة الاهلي والزمالك هنكمل مع كرة اليد ويوسف معرف لعب الفريق الأول لكرة اليد بيعود من الإصابة مرة تانية يوسف معرف كانت عرض الإصابة في الكاحل القدم وعمل برنامج علاجي وتأهل وعمل برنامج تأهيل وبدأ يتأهل مرة تانية إلى دخول إلى التدريبات الجماعية والاشتراك في المباراة بكده إن شاء الله بإذن الله نكون مكتبليين للعدد في المباراة اللي جاية لإنها حاجة مهمة جداً لفريق الأهلي يكون مكتمل بكده ممكن نطلع لمدخلة مهمة لكابتن يحيا يوسف المدرب العام لفريق كرة اليد للنادي الأهلي كابتن يحيا مساء الخير يعني بص أحداث كتيرة وسريعة لكن خليها نتكلم على المباراتين اللي هم بكرة إن شاء الله نادي الجزيرة وبعده نادي أصحاب الجياد والنادي الجزيرة لسه فايز على نادي الزمالك قريباً فأعتقد المباراة مهمة مباراة قوية مباراة أعتقد مش من جانب واحد مباراة داخل أرض الملحب طبعاً مباراة الجزيرة طبعاً مباراة مهمة جداً ومفروض كمان بكل مباراة اللي جاي اللي هم مباراة اللي جاي دي كانت الجزيرة وأصحاب الجياد والسفورة من زبالك بالتوالي كده مهمين جداً بالنسبة لنا بحيث أن نحتم الدول الأوليني ده إن شاء الله بكل المشاكل مطشي كثير طبعاً مطشي مهم جداً بالنسبة لنا ومحطرين كويس جداً ليه ومحطرين محاضرات وكان الشغل كانت بتاعمل في الملعب عملنا كويس بشغول كويس النهاردة ونهينا النهاردة لتراي مطشي بتاعنا بحيث أن احنا نجلز المطشي بكرة إن شاء الله شابتن يحيى محضرين إيه الإسبوع اللي جاي خلاص عندنا مباراتين بعد كده داخلين على المباراة المهمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك الاستعدادات للمبارات الأهلي والزمالك نفسك جابتن خيد أمانا إحنا لغاية دلوقتي ما تكرمناش على مطشي زمالك ولا مطشي سبورتين خالص لغاية دلوقتي نحن واخدين كل مطشي على حدة بالنسبانة وكل أسبوع عندنا مباراتين بنتكلم في المباراتين اللي هم شغلين في بات بعد ما نخلص إن شاء الله مطشي جزيرة بكرة ويوم الجمعة مطشي أصحاب الجياد إن شاء الله نبدأ نحضر يوم الحد أول ثمينة بعد الراحة إن شاء الله يوم السبت نحضر نتكلم بقى على مطشي سبورت ومطشي زمالك والحاجات اللي احنا نشترك عليها عما احنا ما نفكرش في حاجة قبل حاجة هذه نقطة مهمة جدا عشان نفكرش كلامك مظبوط يبقى خلينا نتابع الاسلوب ونفضل ماشي مع حضرتك على كلامك إن شاء الله اليوم الاتين اللي جاي برضو نعمل مداخلة مع حضرتك وتقول لنا آخر إخبار والاستعدادات لأي خلينا نقول طميننا على الفريق والإحوال والإصابات لفريق كرة الهاتف بناند الأهل الحمد لله احنا محتمين في حول في الوقت بعد ما عاصف ويزف معرف بيحدة الفريق بقى وثلاث تيام كان عنده أصابة في الكاحل في بليه الشفاء بالنسبة 5-8% والنسبة التمرينات الحمد لله ما عاداش وراء إصاباته الحمد لله وجازين للمواتين دورتهم لها بكرة وبعض إن شاء الله الفريق ماشي كويس الحمد لله كان فيه طبعا عندنا سبعة في المنتخب الأول من الجمعين بيروحوا للحد والاثنين مع المنتخب تجنيع وبعد ذلك نجبنا الحمد لله الثلاث والأربع اشتغلنا معهم على الشغل اللي احنا نشتغل ان شاء الله اطنوات جديدة واصحاب الجيد من الزالهم يعني أما الفريق الحمد لله إن احنا صريحة كويسة جدا الحافظ من الجهاز الفني واللعبين حاجة كويسة جدا بصلاحة وكلنا عامنا بنا حافظ إن احنا إن شاء الله ننهي اللبع وقت الجهين دورت بفوز وفوز لأشاري طمئن بمهور وأعضاءنا بالآل إن شاء الله كابتن ياحي يا إيوسم بنوحشو شكرا جزيلا على المداخلة وفعلا كابتن ياحي مالحاجة للنقطة الأخيرة للأقل المهمة عشان الجمهور يطمئن الجمهور فعلا نفسي يطمئن على فريق كرة اليد النقد اللي بيديه عشان بيحب فريق كرة اليد عايز يكون متواجد داخل البطولات وإن شاء الله بإذن الله رجالة كرة اليد هتكون في المعاد وبإذن الله تعمل مباراة مهمة مع الأربع فريق الجييين وبإذن الله يكون في آخر الدور الأول هو الليدر على الدور الأول بإذن الله هنسي فريق كرة اليد رجال وهنروح لكرة اليد سيدات وهنفوز على نادي المعادي ببطولة منطيات القاهرة 36-16 فوزنا على نادي المعادي كانت بباراة مهمة الفرق كبير لكن مش هننسى السنة الفاتت كان الأهلي خسر من نادي المعادي مباراة كانت فرق واحد أو فرق اتنين المطش يشوت لأولاني خلص بنتيجة 14-14 أعتقد البنات عندنا واخديني الدرس كويس جدا بالسنة الفاتت عشان هم حاملين اللقب في منطقة القاهرة أو في بطولات الدوري والسوبر والكاس فمركزين جدا جدا الأهلي كانت أكيد كانت كابت ناصرة عيد عبد الملك كانت غايبة عن المباراة لأنها أصيبت في بباراة سبورتيج مباراة بطولة الدوري الممتاز وأكيد كانت بباراة حاجة مهمة كانت يعني بتمثل شيء كبير جدا كابت ناصرة عيد عبد الملك والنهاردة بإذن الله هتطلع نتيجة التحليق الأشعة على رجلها وبإذن الله نطمئن عليها ونشوف الإصابة اللي وصلت لها إيه بإذن الله كابت ناصرة عود إن الملاعب سريعا قريبا جدا لأنها فعلا من ركائز فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي هلي أبعى فريق كرة سيدات سيدات ونشوف جدول ترتيب سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بعد نهاية بطشاط الدور الأول الأهلي في المركز الأول لعب سبع مباريات وفاز في سبعة والله ميتين وخمستاشر وعليه ميت هدف برصيد نقاط واحد وعشرين الطيران الثاني بسبعتاشر بونت السبورتينج الثالث برصيد ستاشر بونت والجزيرة الرابع برصيد خمستاشر ونادي أزهر الخامس برصيد اتناشر نقطة ونادي هوليليدو برصيد اتناشر نقطة أما تشامفين الرحاب بالسابع برصيد ثمان نقاط ونادي السنطة في المركز الثامن برصيد سبع نقاط بكده هنسيب كرة اليد وهنروح لكرة السلة هنسيب كرة اليد لجال وسيدات وهنروح لكرة السلة وتحديد مواعيد مباريات نصف النهاية أو قبل النهاية لدوري المرتبط دوري المرتبط اللي وصلوا له الأربع القبار الأهلي والجزيرة والزمالك ونادي سبورتينج هما اللي وصلوا لعفوا النادي اتحاد سكندرية نعاسف سوري جدا الأهلي والجزيرة والتحاد السكنداري وسبورتينج الأربع القبار وصلوا لفينال المرتبط الحامل لقب ناتي الأهلي المباراتين هيتلعبواลاهلي وهيتلعبوا يوم الاتنين والتلاتة اللي جاين الأهلي هيلاعب إن شاء الله بإذن الله في دوري المرتبط هيلعب ناتي الجزيرة على صالة 6 أكتوبر والالتحاد السكنداري هيقابل نادي سفورتينج في هيئة قناة السويس بالاسم عليا الأهلي كان صعد لقبل النهائي بعد ما كسب نادي طلاع الجيش أما الجزيرة فطلع على مكسب من مصر التأمين والزمالك ووصل كمان للاتحاد السكنداري على حساب نادي سبورتين فكده الاتحاد السكنداري بيقابل زي ما احنا شايفين قدامنا الجزيرة والأهلي والزمالك الاتحاد وفي دوري المرتبط الأهلي والجزيرة والاتحاد والزمالك بكده ده دوري المرتبط بيصاره للأربعة الكبار هنسيب رجال كرة السلة وهنروح لسيدات السلة مباراة مهمة بكرة على أرض النادي الأهلي الساعة 6 الساعة 6 على أرض النادي الأهلي بكرة مباراة في دوري المرتبط الأهلي والسبورتين مباراة طبعا أكيد قوية لقالي بيستعدلها استعداد مهم جدا لأن كمان الأهلي والسبورتين هيخشوا بذروض أفريقيا في المرحلة اللي جاية بإذن الله ماتشا يتلعب بكرة الساعة 6 على صالة الشهداء بأهلي الجزيرة وقابليها على طول مباراة المرتبط تحت 18 سنة إن شاء الله كده بإذن الله بناتنا يشرفونا بكرة داخلين معسكر مهم جدا للنهاردة عشان مباراة بكرة تعالوا لهم لتقرير عن مباراة الأهلي والسبورتين وترجعوا للمرة أخرى إحنا مفهولة عندنا دورة تمانية إن شاء الله مع سبورتينج 21 و 25 إحنا خلاص بدأنا يعني نذكرهم بدأنا نتفرج على موتشات السنة اللي فاتت وإن شاء الله نلعب بالروح بتاع التنازي الأهلي إن شاء الله نكسب عشان نتأهل دولار أربعة إن شاء الله كان في استعداد خاصة إن المباراة اللي قبل كده ما كانتش جامدة زي الموتش ده سبورتينج فريق كويس جدا فريق محترم وده سيبقى أول ماتش لنا بتاع السيزن من أول السيزن يعني إنه يبقى ماتش كويس كنت أنا ونورة وسوريا تلاتة من النادي الأهلي شاركوا مع منتخب مصر في تريون تري والحمد لله كسبنا خلنا بطولة أفريكيا وإحنا كنا تلاتة بس مفكنا نبقى أربعة بس حازت صروف والربعة ما كانتش معنا فده إنجاز كبير قوي إن إحنا لعبنا تلاتة وعافرنا لعبنا ستة ماتشاة تلاتة بس كان كل الفرق بتغير وإحنا ما منغيرش خالص بنلعب عشر دقايق يلا واحد وعشرين كوينت فالحمد لله إن إحنا ويفات لحد الآخر يعني وكسبنا بدنيا بعد الست ماتشات دي إحنا فوق الفرقة كمان واسلها لأبهزر بس هو بينزل بالحملة دلوقتي عشان إحنا عندنا ماتش يوم الخميس هو لعد ما يقدر بينزل بالحمل وبعد كده حنوقع في الحملة عشان يوم الخميس إن شاء الله نبقى في الطاب فور أنا أول مرة أشارك في بطولة أفريقيا مع الأندية شاركت مع المنتخب بس هتبقى أول مرة في التاريخ إن إحنا هنشارك في بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي وإن إحنا تبقى هنا في مصر لستعدادات كابتن إحنا معنا محترفة ومفروض كابتن علي حيجيب محترفة تانية ومنستعدلها وإحنا مش نفكر فيها دلوقتي لما نعندي موتش سبورتينج بس إنه إحنا هتبقى حاجة صعبة بس هي حاجة كويسة جدا وكلنا صراحة إحنا نبقى موجودين ونلعب وسط جمهور نظر أهلي سوأكيد نيجيريا يعني الناس اللوف في المنتخب نيجيريا سنغال أنجولا بتعالي الناس دي كلها الأندية بتاعتها كويسة سبورتينج جايلنا في الدور التمانية في ماتشات المرتبط فإحنا لازم نستعد جامد لأن ده ماتش اللي هيكسب هو اللي هيكمل البطولة وهو جاي بادري بس إحنا طبعا يعني هنا نعرفين كام من بادري فلازم نشوف إيه الويكنس بوينت والسترونج عشان نشتغل عليها وكابتن علي طبعا بيتابع الفريق وعارف إيه الحاجات اللي لازم نشتغل علينا ونقصانا وإن شاء الله ربنا يوفقنا إحنا في البطولة اللي جينا منها تلاتة ع تلاتة إحنا تلاتة بنلعب في الأهلي بقالنا كازا سنة فمتكونا متعودين على اللعب بعض وعارفين إمتى نتحرك وإزاي نقطع وكده وده طبعا من تمارين نازل أهلي والحمد لله كانت حاجة كويسة لنا في التلاتة ع تلاتة عشان نكسبها ونحقق البطولة كابتن علي حتى في التمرين دايما بيمرننا إزاي نلعب مع بعض وإزاي نبقى فريق واحد وده اللي ساعدنا جامد في التلاتة ع تلاتة إن إحنا نحصد البطولة للحمد لله أولا إحنا مركزين على ماتش سبورتنج الأول نخلصه بعد كده نتجه إن إحنا نجهز للبطولة الأفريقية بس طبعا ده هدف لنا وكنا كلنا بنتمنى محدش فينا لعب تقريبا أفريقية قبل كده فكلنا بنتمنى إن إحنا نعمل حاجة وإنجاز جديد يدخل نازل أهلي وإن شاء الله نبقى مستعدين له الحمد لله إحنا كنا بنكسب السنة الفاتة تلعب لها بعلنا كذا مرة كذا سنة يعني بنكسب التلات بطولات من السنة الفاتة بس وعملنا الكاس فالحمد لله إحنا متطمنين ووصقين في نفسنا بلاس بس المحترفين أو الدوري المحترفين اللي دخل السنة دي في البطولة لازم نركز على المحترفين الكويسين في الفرق التانية وهذه تقريبا بس الصعوبات اللي ممكن تواجهنا إنه لو حد جايب محترفة كويسة أو حاجة زي نقفل عليها عشان اللعباء بيكون جديد وكده بس لا الحمد لله يعني معناش صعوبات السنة دي زي ما شفنا ده من تقرير من كرة السلة سيدات والحديث عن مبارات سبورتيج المهمبة والمرتقبة بكرة بإذن الله في دوري المرتبط مباراة بين الاثنين الأقوياء في دوري الكبار في دوري كرة السلة لكن إن شاء الله للأهل يعدي ويفوت لأنه وحامل لقب البطولة البنات تبالح كنتم أتفرج عليهم في الملعب مع كابتن عالية هاشم فيه توليفة كبيرة جدا عندهم إصرار وعزيمة وروح مهمة جدا للمكسب براد بكرة للمكسب براد بكرة بيقربهم نسبة كبيرة جدا من الفوز والرجوع والحفاظ على دوري المرتبط وإن شاء الله كمان كل الدعم اللي هم اللي بطولة أفريقية إن شاء الله اللي هتقام كمان ثلاث أسابيع بإذن الله هيلعب الأهلي وهيلعب سبورتي لكن أكيد كلها من دعم نادي الأهلي في هذه البطولة هنستمر مع كرة السلة وكابتن سيد صابر والاستراتيجية في المرحلة المقبلة لسيدات أو ناشئات كرة السلة كابتن سيد صابر هو مدير قطاع ناشئات كرة السلة في النادي الأهلي وأكيد عنده حاجات كتيرة في المرحلة دي بيطورها عشان نقدر نفرز لعبات كبار جدا يوصلوا إلى الدرجة الأولى وهو ده الأهم بالنسبة لنا من قطاع الناشئات أو قطاع الشبات أكيد القطاع بيشهد جانر ألفي وآية الفئي اللي راحوا لجونيور NBA ووصلوا هناك وأكيد حاجة كويسة جدا يكون عندنا لعبات بهذا القدر وهم صغيرين يطلعوا يلعبوا في حاجة تابعة الـ NBA أو المعسكرات تابعة الـ NBA فأكيد دي حاجة تبشر عندنا بكل خير هل يروح لكابتن سيد صابر وتقرير عن قطاع الناشئات في أعداد الأهلي وترجعون لنا مرة تانية الحمد لله يعني إحنا دلوقتي في نص الموس انت بدأنا الموس لحوالي شهر ونص كده هوت وكل فرق مشاركة في الأدوار التنميدية ومصدرة كل الفرق لابت حوالي من 8 إلى 9 متشاط دلوقتي مكاز بيننا كلها ومنتوقعين إنه إحنا إن شاء الله نلعب نهايات البطولة القاهرة على نهاية شهر دسمبر وبعد كده بنستعد عشان نلعب نهايات بطولة الجمهورية خلال فترة من فبراير ومارس إن شاء الله وفي نفس الوقت فرق المرتبط ماشي بصورة جيدة جدا جدا وعندنا مبارا يوم الخميس الجاي مع سكورتينج إن شاء الله بنتغلب عليهم ونكمل الغاطة ما نحصل على البطولة إن شاء الله نحن بنكمل شغل بعدينا كابت نبيل بخير كان موجود السنة الفاتت تعمل شغل كواسي نحن بنكمل الشغل بتاعه بكمل عليه ويبقى كل واحد ليه فلسفته في العمل في التوجيه المدربين ووضع البرامج علشان الفرق تبقى لها استراتيجية كده على مدة سنتين تلاتة أو أربعة يبقى يطلع لنا كامل عيبة في الدرجة الأولى يعني إحنا فيه في القاعدة عندنا ناس كتير كويسة جدا منهم اتنين دلوقتي داخلين في معسكر تابع الانبي اي آفريكا في السنغال لعبتنا آية الفئي لعبت 18 سنة وجانا الألفي لعبت 16 سنة وهم دلوقتي في معسكر في السنغال كعنصرين مهمين جدا جدا من عناصر اللعبة ومستقبل اللعبة في مصر والنادي الآية يحليل إن شاء الله طبع الميزة عندنا في النادي يعني الحب وترابط جامد جدا مع الولاد والولاد فرحانين جدا للبنات اللي روحوا لو انت شفتهم هم بيودعهم آخر تمرين قبل ما يسافروا كان حاجة تفرح جدا جدا وهم إن شاء الله راجعين بكرة اللي بعدوا برضا بيستقبلوا كويس جدا ساعة لسا ما دخلناش في المرحلة المرحلة الحسيمة لكن تحدياتنا إن احنا بنحاول نستكمل العناصر اللي مش موجودة ونصد النقص الموجودة عندنا وده سعيدنا فيه كتير قابت رقف عبدالقادر وإن هو أي لعبة كنا محتاجينها كان قادر ناخد مفقا من مجلس الإدارة وإن شاء الله نتابع نتائج لزيء كويس عشان طبعا يعني إحنا كلنا نشتغل في منظومة واحدة في خدمة الدرجة الأولى وبيبقى زي ما ألتلك بنحط استراتيجياتنا علشان السنة اللي جاية مثلا مرتبط بـ 16 سنة فإحنا بنبني فرقة بعد 16 سنة من دلوقتي علشان نجيز علشان مرتبط السنة الجاية وفي نفس الوقت بني بنتكلمين مع بعضين العناصر المعصر عندنا ممكن نجيبها من برع ونكملها من هنا ومين اللي ممكن عليه سبوت من دلوقتي نحنا نركز عليه علشان يبقى في الدرجة الأولى بعد سنة أو اثنين أو تلاتة فيه كان عندنا معصف فرق في وضوها الأطوال وكذا هو أي حد يحتاجناه وطلبنا أنه ييجي ما تأخروش الناس كلهم وجبناهم فعني بيدعمونا بطريقة كبيرة جدا في الناشئات طبعا الدرجة أدعم فيها أكبر بكتير طبعا لأي حاجة محتاجنا مجلس الأجارة وكثرة أقوف بيخلصها الأمارات والله اللاعبات احنا دايماً بنقول لهم أنتوا بتلعبوا في الناد الأهلي والناد الأهلي عندنا مركز الثاني دا كنا جبت المركز الأخير فده اللي تروح اللي بنحطها لهم أولياء الأمور بنقول لهم يعني تكاتفوا مع فرقكم وكل واحدة تبص الفرقتها مش اللي ننتهى علشان النجاح بتاع الفرقة ونجح للبنة نجاح الفرقة من نجاح أولياء الأمور من نجاح كل المنظومة أكيد كل المنظومة لازم تنجح مع بعض دا كلام كابتن سايد صبر للناس كلام مهم كلام لازم الناس كلها تفكر فيه عشان أولياء الأمور بقى جزء من المنظومة مهم جداً متواجد معنا هنسيب كرة طايرة سيدات أو ناشئات وهنروح لكرة كرة السلة هنسيبها وهنطلع لكرة الطايرة نطلع لكرة الطايرة وفريق الأهلي لكرة الطايرة للرجال بيستعد المراد عفواً جداً بيستعد اللقاء للتحاد السكنداري إن شاء الله بعد بقر على صالة النادي للتحاد السكنداري المراد كانت المفروضة تقام على أرض النادي الأهلي لكن يوم الجمعة اللي جاية الجمعة والسبت اللي جايين جمعية عمية للنادي الأهلي فإن شاء الله المراد بس اتغيرت ناية راحة التحاد السكنداري والدور التاني يكون عندنا في صالة الأهلي الفريق الحمد لله مكتمل للعناصر وكمان اكتمل بعد رجوع كابتن عبدالحليم عبو تعالى ادروح لجدول ترتيب المسابقة بعد نهاية الجولة الرابعة. هنشوف ترتيب الاهلي على رأس الجدول الترتيب. الاهلي في المركز الاهلي في المركز الاول لعب اربعة ورائط وفاز في اربعة. وبرسيط اتناشر نقطة. الزمالك في المركز الثاني. في لعب اربعة ولائط وفاز في اربعة. برسيد ايضا اتناشر نقطة. النهي تلاقي على الجيش التالت اتناشر نقطة الرابع نادي الشموحة والخامس الاتحاد السكندري والسادس نادي هليوبلس والسابع نادي بيترو جيت التامن القناة التاسع نادي سبورتينج والعاشر طنطة وحداشر نادي طيران اتناشر نادي الشمس زي ما احنا شايفين قدامنا الاهلي بيعتلي صدارة الترتيب العام لجدول الدوري الممتاز كمان الاهلي ان شاء الله يحافظ على خب بن جمنا الكبار اللي متواجدين في فريق الكرة الطائرة مع كابتن ميدو مسلحي خليها مع الكرة الطائرة يا رجال ونروح للدكتور ابو الحسن عبد المجيد وبيقول الراجل الدكتور هو دكتور فريق الكرة الطائرة يا رجال بيعتنادي الاهلي بيقول ان اجهزة القياس الجديدة اللي جات ووصلت عن طريق مجلس الادارة كانت اجهزة مهمة جدا لتواجدها في المرحلة دي مع فريق الكرة الطائرة فعلا هو قدر يقول ان دي بترفع معدلات اللاقة البدنية وكلام كتير للدكتور ابو الحسن قاله تعالوا نخرج التقريم مع دكتور ابو الحسن عن الاجهزة الجديدة اللي وصلت للنادي الاهلي ترجعون لنا مرة تانية احنا ربنا انا معلنا السنة دي ان احنا وصلنا مجموعة اجهزة بناستفيد بها كتير قوي في الشغل بتاعنا بتساعدنا في موضوع ان احنا نقدر ازاي احنا نقرن احمال بتاع الموسم من التدريب كله لان طبعا احنا ما عارفين ان النادي الاهلي بالزاد بيخش بطرق كتير جدا بيبعان اعالي استرس ماتشاط كتير او كده فبالتالي دي حاجات اللي بتساعدنا ان احنا ازاي نقنار نوزق الحملة وعارفين امتى نوقف الحملة او امتى نهدي الحملة شوية لان الاجهزة دي بتفيدنا في كده السنة دي الاجهزة اللي احنا وصلنا لها السنة دي دي جهاز حاجة اسمها الورتا الورتا ده جهاز من خلاله اه بناقدر نعرف كل عدد الجنبات اللي 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 عملها خلال التمرينة وخلال الاسبوع وخلال الشهر وخلال الماتش فبالتالي دي بقى عندنا مجمل لكل الحركات اللي بيعملها سواء الجنبات احنا بيجيب لنا عدد الجنبات يعني النهاردة يقدر يقول لي مثلا العب ده في التمرينة لي عمل 120 جمبي عمل 130, 140, 150 يقدر يقول لي كمان الأفريج بتاع الجمبي بتاعه كام هو نطق معه 150 بس عمل الأفريج بتاع الجمبي بتاعه كام البست بتاع الجمبي بتاعه كام يعني أقصى جمبي لي كان كام يعني يقدر يقول لي مثلا النهاردة الراجل ده نطق 120 جمبيا كتأعلى جمبيا لي مثلا 97 سنتي أو 98 سنتي الأهل الجمبيا مثلا كتربين سنتي الأفريجي مثلا بتاع الراجل ده كله مثلا 80 أو 85 سنتي يبقى انا عارف الراجل ده الحمل بتاعه ماشي ازاي لان احنا كل فترة من الفترات الموسم المفروض بتبقى مرتبطة بعدد جنبات معين من خلالها اقدر ان انا عشان ما يبقى شفيه سترس على اللعيب وانا شغال بمعنى ايه الكلام ده انا مثلا انا فترة سواء فترة الاعداد او انا حتى ولو انا جوه المنفسات بيبقى مرتب مربوط بيا بعدد جنبات لو اللعيب برجع بصلا برضو من اصابة بيبقى اللعيب ده انا عارف ان انا في تحميله الاسبوع ده انا احتاج انه يعمل تبعين جنبايا او تسعين جنبايا او متى جنبايا فمن خلال الجهاز انا هقدر اعدى ده انا مثلا انا معافل في الفريق فيه عشرين اللاعب مش هعد اعدى اعدى الكل اللاعب وان عمل كام جنبايا النهاردة لانا من خلال الحركة بسيطة جدا ان انا دلوتي واللعيبة الشغالة انا عندي يعني مثلا حسام يوسف نط عشرين جنبايا اللاست بتاعه مثلا كان اتنون وخمسين الهوام 40 البي قителейان كزا snap ده انا ممكن من خلال الكلام ده كله اعرف عدد الجنبات اللي عملها عارف مين اعلى جنب عملوا و confirms اقل جنب انا من خلال كلام ده كله اعرف الحاجة الثانية برضو من ضمن الحاجات المميزات اللي في الجهاز الجهاز ده بي اسه لكل الحركات اللاعب بيعملها بيعمل كام حركة خلال التمرينة بيجيب لي لو اللاعب مثلا فيه استرس عليه مثلا لو اللاعب ان تجد المج Making the limit و Mer le SW항 عmi يقدر يقولني أن اللعيب ده مثلا فيه تحميل عليه زيز فأنا أقدر من خلال كده أن أنا أهدى شوية بالحمل عليه أو أن أنا أرياحه شوية لو أنا لديه دخل في مرحلة مثلا هتبقى صعبة عليه أو ممكن تعرضه لإصابة فالحاجات دي مهمة جدا وعلى فكرة الأجهزة دي أحدث أجهزة موجودة دلوقتي يعني تقريبا على مستوى العالم بتساعد كتير جدا موضوع التقلم وموضوع الإصابات إحنا ممكن من خلال التمرين ممكن اللعيب يتحمل على نفسه يقول لك لا ما تقلقش خلاص أنا معاك ويشتغلوا كل حاجة بس ده ممكن يعرضه لإصابة أو يحصلوا جاد أو شاد أيا كان نوع الإصابة بدرجتها يعني ممكن تحصله لكن عن طريق الكلام ده أنا ممكن بكل بساطة يعني مثلا أنا بيجيب لي الهي سترس مثلا مين مثلا أكتر واحد عليه سترس في الملعب بيجيب لي مثلا الهبوط بتاع كل لعب عامل إزاي من اللعيب الأكتر عرضة مثلا لإصابة دي كلها مؤشرات بتفيد نحنا في العملية التدريبية سواء إن إحنا منكرنا الحملة أو إن إحنا بناء اللعب يوقي من الإصابة إحنا عارفين الإرسال الإصباك والإرسال الفلوتر كل واحد بيبقى ليه سرعة إحنا حتى بنعملها على المنافسين اللي قدامنا نبقى عارفين مثلا كل المنافس مين أفضل حد عندهم وعارفين سرعة الإرسال بتاعه فإحنا بنبدأ مثلا عندنا الجهاز اللي هو المدفع ده من خلال الكلام ده ممكن من خلال من أنا بأثبت سرعيتي على المدفع بحيث إن أنا أعمل حاجة مشابهة لنفس السيرفي مثلا بتاعه شخص خوي في أي فريق تاني فبالتالي إنه أنا عملت سرعة فأنا بعود العيب بعمل جو منافسة زي ما هو بتعرض فيه في المنافسة أو في الماتش بالزبط فبالتالي العيب لما بينزل في الماتشوات بيبقى الحد ما طبيعة التدريب اللي إحنا اشتغلناه معها تبقى مشابهة لطبيعة المنافسة في دي حاجة بتفيدنا حاليا إحنا النادي الوحيد اللي بيستخدم الأجهزة دي في مصر صبعاً إحنا نشكر المجلس الدراءة دراءة إنه بيساعدنا إن إحنا أي حاجة نطلبها أول بول على طول بيجيبها لنا إحنا السنة لفاتت جالنا المدفع وجالنا اللي هو اللي بيئيس سرعة الإرسال السنة الحمد لله إحنا عندنا الجهاز الورت ده وعندنا جهاز سنة اسمه جيم وير جيم ده إحنا بنساعده بقى كمان جوى الجيم حاجة كويسة جدا وميزة جدا بيساعدنا إحنا في طبيعتنا نبج إنشاء الله مثلا في الجيم عشان تقدر إن إحنا تعمل بروغرام مثلا لأي لعيب عشان تقدر تقدر كل واحد الحملي بتاعه الجهاز ده بيفتنا إن إحنا يقدر عن طريقه أقدر أحدد القوة المفروضة اللي يشتغل بقى كل لعب حسب فترة الموزم تب السرعة لنا عايز منه سرعة المفروض الوزن كامل يشتغل بالسرعة دي إحنا الأول كنا بنعملها بطريقة نسب مقوية وبنحطها خلاص لكن لما عملنا الجهاز ده ساعدنا كتير جدا لأ في ناس كنا إحنا ممكن نزود عليها لأ خفين عليها شوية وفي ناس كان حملي ممكن يبقى خيف عليها في إحنا زود فالجهاز ده بيقدر إنه هو من خلاله بيقدر يوضح لنا الكلام ده كله يعني الجهاز يقدر أقول لك مثلا إحنا في كل فترة من الموسم بيبقى مطلوب منك سرعة معين مثلا إحنا شفنا الجهاز هنا الجهاز مثلا في كل التمرينات الجهاز ده بيبقى متوسر ويرلس بجهاز تاني بيتحطف الأداة اللي إحنا بنشتغل بها واللعيب بيبدأ إنه هو يشتغل على الجهاز بيروح الجهاز هنا بيقص السرعة يبدأ يجيب لي السرعة اللي إحنا بيشتغل بها إزاي طبعا أنا محتاجة أزود طبعا أنا محتاجة أقال لي لحسب التارجت اللي أنا بحطه إيه لللعيب كل الفترة من فترات الموسم بيبقى لها تارجت المفروض أن أنا بيشتغل عليه إلا أنا بقدر المفروض أزود عليها ولنا المفروض أن أقص إيه عنها فأنا بدأ أحط اللعيب التارجيت المفروض اللي هو إيه أنا طلبه منه وبما هو بيبدأ الشغل أقدر أقول اللعيب لأ أنا لازم تزود وزني تاني أو لو الوزني مثلا ما حققاش التارجيت اللي أنا عايز منه بخليه أغلي الوزني بتاعه كذلك ممكن أعمل الكرام ده على كل التمرينات فبالتالي ده من الحاجات اللي ساعدتنا جدا نحن نقدر نزبط الشغل الكوة جوة الجيم والجهاز هنا اللي هو الفرتا ده بيساعدنا أنه نقدر أزبط الكرام ده طبعا الجهاز كل أجهزة حديثة جدا متوسرة بويرلس يعني مثلا البرتا ده عبارة عن حزام بتلبس في الوز بقى دخل الداتا بتاع كل لعيب زي غير التاني طوله الوزنه الارتفاع الجمب بتاعه كم استباته من الحركة وبناء عليها بيبدأ أنه هو إيه يتعامل مع الكلام ده كله ويقدر إيه يجب لأنا إحنا مثلا إحنا شغالين الجهاز عمال يعمل إرايات دلوقتي عن كل إيه الموفمنت اللي هو بيعملها الانرجي اللي هو بيفقدها الباور لو فيه استرس مسلا على أحد اللاعبة إيه المفروض هيكون بيتم بيعدي العدد للجنبات وأنا إيه وأنا شغال حتى جوة التامنين أو جوة إيه أو جوة الماتش الرياضة علم أكيد حاجة مهمة جدا بشكر مجلس الإدارة أكيد شكر واجب لهم عشان دخول الأجهزة الحديثة إلى الناد الأهلي دايما الناد الأهلي سباق في الأجهزة الحديثة وفي كل الرياضة في الناد الأهلي أكيد بنكون سباقين بياخد خطوة قبل كل الناس أكيد حاجة مهمة جدا اللاعب يتقاس كل إمكانياته داخل أرض الملعب هو بيتمرن وفي الملعب وخارج حاجات كتيرة دكتور كان أبو الحاسب بيتكلم فيها عن هذا الجهاز الجديد أو القياسات الجديدة اللي لعيبة الكرة الطايرة في الناد الأهلي وكمان لعيبة الكرة الطايرة فعلا يستهلوا أكتر من كده وكل الأجهزة الحديثة تكون موجودة وتواجد داخل ملاعب الناد الأهلي بإذن الله في المرحلة اللي جاي مستمرين مع كرة الطايرة وآخر أخبارنا النهاردة عن فريق خمستاشر سنة لكرة الطايرة بقاعدة الكابتن عادل لطفي بيكسبه بطولة منطقة القايرة بس بيكسبه مين بيكسبه بيتروجيت في المباراة صعبة جدا تلاتة اتنين مباراة وقيمة على آآ المباراة لسه خلصانة من يعني أول مباراة تقريبا المباراة وكابتن عادل لطفي قال إنه هو تعرض لصعوبات كثيرة جدا خلينا ناخد كابتن عادل لطفي على بتليفون كابتن عادل مساء الخير كابتن عادل لسه منتظرين ولسه ما جاش داخل خلينا نقول برضو إن هي مباراة كادت مباراة كادت مباراة 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 القاهرة بذات في الكرة الطايرة بقت مباراة هي منطقة القاهرة حاجة مسغرة من بطولة الجمهورية. renovت الكبيرة الكبيرة لمتواجدة داخل منطقة القاهرة فبيرعبوا بعض في الأدوار الأولينية أو التصفيات وبعد كده بينقلوا مرة تانية لبطولة الجمهورية وهي البطولة الاقوى والاهم. خلينا اطلع لكتوري فول لكابتن عادل لطفي. مدير فاني تحت خمستاشر سنة لكسبان بطولة منطيات القاهرة. كابتن عادل مساء الخير. مساء الخير لك كابتن عوض. بنبارك لك والقول لك الف مبروك. مباراة كاتق عصيبة وقوية مع نادي بيترو جيد. تلاتة اتنين. يعني الحمد لله كابتن عوضي طبعا كان قابلها برضو مباراة قوية جدا مع نادي زجلة. وعايز الاول برس اشكر اللاعيبة. اه انا بطلب منهم دايما يكون اهدي المسئولية. ويرفعت من نادي الاهلي باستمرار. احب اشكر كمان الكابتن نحمود فرج اللي هو ابدان بيداعم كل حاجة بتحصل مع الفرقة. احب اشكر طبيب الفريق الدكتور ايمان شبر. احب اشكر الكابتن رمضان جمعة الاداري. احب اشكر عمال الصالة اللي معايا في كل حاجة في الملعب العزب عمالي. احب اشكر طبعا الكابتن عوض عبدالقادر للنشهد الرياضي. وان شاء الله يا ربي دايما النادي الاهلي رفع اسمه الفوق. واي فرقة اعرف نادي الاهلي تكون حفظة. او بتحفظ على اكتشوكة نادي الاهلي. وهو ده ما تدام بسنوها ان شاء الله. كابتن عادل المباراة صعبة بين بيترو جيت قدامنا في في الشاشة. الفاينال او النقطة الاخيرة كنت المباراة صعبة. كابتن عوض ده ما عليشي مستمع كويس يا كابتن عوض. اصد عيد شوية. مباراة صعبة جدا. بين الاهلي وبيترو جيت. في الفاينال قدامنا المباراة هي على الشاشة. بتتعرض واخر نقطة في المباراة. باركة معلقة لغاية اخر نقطة بين الاهلي وبيترو جيت. عاية كواليس. العوض دي كانت المباراة. كانت المباراة الاصعب مش بيترو جيت. كان في قبلها مباراة احنا بنلاقي ديكلة. كانت ست فرق عبارة عن اه الاهلي وديكلة وبيترو جيت والطيران والظهور والشمس. تمام. المنافسة اللي حصلت ما بين الاهلي وريجلة وبيترو جيت. كويس. وفي وسط البطولة اه اصبح مطش رجلة والاهلي اللي اكسب المطش ده بالنسبة كبيرة جدا لاخد البطولة. اه. اه المطش ده كان على مرعب خارجي مرعب مدرسة السعبية. تمام. هنا قبل المطش بيوم بنقل المباراة من المدرسة السعبية الى الصالة اكاديمية الشرطة. وآآ ما حدش تكلم خالص وكلها طبعا قبلنا القرار. لكن انا شاء في القرار ده كان في اه تحامل كتير على فريق النادل الاهلي. لان اه ديكلة اه عندهم اربع فروع وممكن او يجيبوا لعابة كلها بتاعتهم يشكعوا اه فرقتهم بكارنين نادي بيخشوا عادئ جدا يعني. اه. النادل اه يعني مين اللي يروح ندل الاهلي? او ده الامور بس. حوالي عشرين خمسة وعشرين تلاتين قربان خمسين حد جاي. مقابل متين في السن الصغير ده التشجيع بيفرق. اه طبعا. لكن في الحمد لله فلاحي برضو النادل الاهلي ادري سات على الموضوع كله. وآآ يسات على البطولة. وطبعا المطش اللي كان ياليه مطش بتروجيت. آآ احنا كنا داخلين المطش ده قابليه. الفردي عايز انه هو كذبان. يمكن ده عمل شوية كراسة الفرقة. مم. وعادة كان الفرقة ما ينفعش ان ناخد الكاس واحدة قطانين. هم. والحمد لله في الاخر فدركنا الامور. وكسبنا مطش بتروجيت الصعب برضو. هم. فرقة محترمة. وبهن اللعيبة التاني مرة. وبقول لهم الف شكو اليكم. لكن دي نص المساسة. لسه عندنا الجمهورية اصعب. شدي حالك يا رجالي. طبعا عندنا جمهورية اصعب لاستعد الزي لبطولة الجمهورية. وفرق منطقة القاهرة المتواجدة هم اقوى فرق تعريبا في بطولات الجمهورية. والله يا كتنعودي انا شايف آآ طبعا ما احترام يا كل الفرق ان ببطو هتلاقي في الجمهورية نفس الفرق ديها اللي هتناسب. يعني انا هلاقي في الجمهورية ممكن يخوش معانا الزمالي. ممكن يخوش معانا فرق متكندرية. ممكن يخوش معانا الصيد على والاحلي وداجلاء بطولة جيت. profitable برضو ممكن يكون موجود الظهور موجود. يعني هتلاقي بطو في الاخر نفس الفرق ديها اللي هتناسب في الجمهورية ان شاء الله. ہےنا لا 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 اكيد انا ويأتي متى لاحصل بها تامة. كويس. ان شاء الله يبدأ يوم السابس الجاي من جديد. وعايز اقول للولاد ان اللي جاي اصعب. نستحمل شوية. انا عارف ان في عندكم مدارس. بتوم الساعة خمسة وستة الصبح. وترجع مدارسة على الدرس. ومدارسة على التمرين. انا انا ده كله عارف كويس اوي. اولا الامر طبعا انا ناتي باشكرهم. تمام. ان هم بيستحملونا. طبعا. طبعا. وليسة كمان البد والشتة جاي. بس انا عاد اقول لهم حالة مهمة جدا ان الكاس والفرحة بتنسي كل حاجة. فاي لعيب لازم يتعب عشان يلاقي بعد كده الفرحة دي اللي اتنسي كل الكلام ده. كابتل عادل الف المو مبروك دائما في انتصارات دائما في بطولات دائما في اضافة بطولات الى النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. بكده خلصت اخبارنا لكن ما خلصتش حلقتنا. الحلقة لست مستمرين معاكم. زي ما بنعرض دايما النجوم والابطال اللي بطولات على ارض النادي الاهلي في الوقت الحالي. لازم نسترجع التاريخ والماضي. والتاريخ ده هو الاهم لان النادي الاهلي تاريخ كبير جدا من الالقاب والبطولات مع نجوم صنعوا تاريخ النادي الاهلي. خلينا نخرج لتقرير او تقرير كبير عن كابتن مصطفى بوسي صنع الابطال وما اكتشف النجوم كابتن فريق كرة اليد النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر في كرة اليد. هخليكم تستمتعوا معاه واستنونا يوم الاتنين اللي جاي بإزدن في الساعة تمانية في برنامج ألعاب الصلاة شكرا وإلى اللقاء اسم مصطفى فقدر مرزوق الساركي ومشهور في لوصة الرياضي بمصطفى بوسي المجال الرياضي كله ما يعرفش لمصطفى بوسي حتى لما كنت جيت لعبته وكبرت شوية فبدأت جراية تكتب مصطفى فاضل بين كوسين بوسي اسم الشهرة ليها ذكرى تانية خالص لأن أنا لما كنت لسه صغير كانت على طول كنت شاهد قطف على أنزل الشارع بالقطة أقف البلكونة بالقطة أقف الشباك بالقطة فسموني من المنبع من ساعة ما كنت في الحتة نفسها مصطفى بوسي فبدأت طلعت حتة بوسي دي فتشهرت بيها دخلت نادي أهلي سنة 1967 كان لسه عندي عشر سنين قبلها كنت في ابتدائي كنت بطل ألعاب قوة وبالعب طايرة فرية الطايرة وبالعب سالة النشأة الأساسية كانت نادي السيدة نادي السيدة ده كان قريب للبيت على طول ما فيش يعني نقول عشرين متر بياخد أهل الشارع وأهل الحي وهو عندهم ثلاث سنين فأنا مولود يعتبر في نادي السيدة لقبت جميع الألعاب طايرة وسلة ويد وألعاب هدية كل الألعاب اتعلمتها من نادي السيدة دخلت ابتدائي المدرسة الابتدائي كانت قريبة للبيت برضو مفيش عشرين خاطر وأنا داخل رياضي من نادي السيدة كنت بلعب في المدرسة كل الألعاب من نشأتي في كل الألعاب دي لجيت النادي الأهلي كانت ابن عمي هنا كان طيار لأرحمه ولعيب في النادي الأهلي كرة يد فجد فلما جيت هنا النادي الأهلي كان استعداني يعني مؤهل وجاهز للعبة على طول فلما نادي في النادي الأهلي لقبت ناشئين سنة وبعدين كان فيه لعيبة أكتر أحسن مني فجيه كان الكابتن مصفى راجب جيه عايز هيعمل فريق كرة يد في نادي القاهرة فخدني من ضمنيهم فكنت بلعب ناشئين وشباب ودرجة أولى مع الكابتن مصفى وأنا سنة صغيرة فجينا لعبنا النادي الأهلي هنا شباب فكنت طبعا الحمد لله كنت مصفى عالي جدا فجيه كان الباس فونزز كمال بخيد كان هو سيكرتير اللي عب فقال له يا مصفى راجب بوسي يرجع النادي الأهلي قال له ده هو اللي بيلعب لشباب وأشبال وناشئين وبيخش في الدرجة الأولى قال له مصفى بوسي يرجع فقال له ماقدرش قال له طب بقولك حاجة أنت ترجع ومصفى بوسي يرجع ومن سنتها ما بقاش في هندول في نادي القاهرة وتقفلت قصة الهندول في نادي القاهرة ورجعت النادي الأهلي بيتي طبعا الحمد لله وكنت بقى لعب برضو شباب احنا أنا لقيته في النادي الأهلي من الإدارة ومن زميلي اللي هما أساسا شجعوني من أنا صغير يعني حتى لما جيت كبرت جي لعبت طبعا مع الكابت بن حمود السمانة اللي أرحمه من أحسن لعبت مصر ولعبت مع فتاح الكورت اليد وأنا لسه شن صغير يعني وبعدين جي بعد كده طبعا جوكر كورت اليد في النادي الأهلي وفي مصر كلها وحتى بره يعني يعتبر الدكتور طلعت شتا ولعبت مع الدكتور حسن مصفى والكابتن مصر عبدأحمن وأخويا برضو الكابتن سايد عبدالعال والله رحمه موسى عباس كنا فرقة يعني الحمد لله وإحنا نشئين كان معانا البشمهندس الشام سعيد وكان معانا عبد الحميد الدمرداش وكان أحمد دنيا وكننا خدنا وإحنا نشئين وشباب بطولات الجمهورية وبطولات الأشبال يعني كنا فرقة متكاملة وكان التعامل بيننا أسرة كنا كلنا أسرة واحدة ما فيش ما بين عضو الرياضي أو العضو العامل فرقة خالص فدي كانت الروح اللي مخليانا إن إحنا إزاي النادي الأهلي ده إن هو مش عظيمه بس ده هو بيتنا وعيلتنا وننتمي لبيت مصطفى الدكتور طلعت شتاء كانت بياخدني وأنا في معهد متوسط ألعب معاهم واحدة المعسكرات اللي هي أساساً من المعهد العالي عشان خاطر يرفع من مستوى أكثر ودي أثرت معايا الدكتور حسن مصطفى هو اعتبر من الأول قائد لأنه كان رئيس اتحاد الطلب فلما جيه حتى بعد كده مدرب ولعبنا مع بعضه وبعد كده مسك الاتحاد حط تليحة لحد الآن ماشيين عليها ودي من اللوايح الأساسية اللي هي مخلية اتحاد كورتلياد أساساً من أحسن اتحادات الكرة في مصر تنظيمية وكل العاملين من سنين لدكتور فضالي كلهم بيشتغلوا بروح طيبة بدون أي أطمع شخصية إلى الآن عشان كده يعني ربنا موفقنا واللي اتحاد موفقه إن احنا محققين بطولات خارجية منتازة أنا حياتي كلها عمداً كلها رياضة لأن أنا خلاص إعدادي وبعد ما خلاص إعدادي فالأسرة نفسها بدأت تفكر أنا أخش إيد لأن برضو كان اهتمامي أنا شخصي بالرياضة كنت بلعب رياضة على طول فالمجموعة ما كانش كبير فكانت أختي كبيرة على الرحمة زميلتها كانت بتلعب كرة طائرة في نادي الزمالي فبتتكلم معاها فأيت لها دا في معهد متوسط لأنا كنت أخش إتجار قلت لها دا في معهد متوسط تربية رضية في حلوان طب ما يقدم فيه وقدمت وربنا وفقني ودخلت خمس سنين في معهد متوسط وبعد كده بنكمل عالي بنجيب اللي بيجيب المجموعة فوق السبعين في المية بيكمل عالي نقعد عالي التربية رضية فالحمد لله جبت أربعة وسبعين وكملت عالي قعدت تلات سنين لأن احنا كنا بنخص من سنة ثانية الحياة اللي أنا عشتها في الرياضة دي كلها ومرشتها في الرياضة كلها بعد التخرج بدأت بقى أفكر أن أنا كون أسرة فاعتزلت بدري وسفرت وروحت السعودية اشتغلت برضو يعني من حصن حظي أن أنا اشتغلت يعني زي ما لعبت ما أنا مع فطاح الكرة اليد وتعاملت مع أكبر مسؤولين في النادي الأهلي بالعلاقات الشخصية اللي هم عرفوني حتى بيها الحمد لله مع أن أنا لم رحت شعودية برضو الفطاح النادي كان أمين بشعير كان مدير عام النادي الأهلي يعني كان كبير مركز وقيمة وقامة وكل حاجة لأن إحنا فتعلمت منه تعلمت مع المدربين فطاحن كبتنا أبمينه وهب الله عام والمسؤولة عالد فاعي وزميل كلهم لأن إحنا تعاملنا في الحرس الوطني فكانت منتخبات مصر كلها لقيبة مصر كلها بتعوكور والطير والهندبول كل دول موجودين فبنينا تعاملنا برضو كأسرة فدي كانت يعني حاجة مش قادر أقولك مع الأندية برضو لما تعملت كنت مجير فاني في الأندية اللي أنا شغلت فيها النادي النصر اللي هنا النادي الشباب اتعملت فيها فكانت الحياة بالنسبة لي سهلة اللي هي اللي إحنا أساساً اتربيت بيها في البيت وتربيت بيها في النادي الروح التعاون اللي كان موجودة دي هي دي الروح التعاون اللي أنا ماشي بيها لحد يومنا هذا الصراحة والوضوح في المعاملة فدي حاجة من الحاجات الأساسية اللي تعلمتها من القيادة اللي أنا تعملت بيها واللي أنا أتلعت بيها من بيتي وتربيت بيها من بيتي ومسيرتي الزواج بدأت يعني من وأنا لعيب طبعا بنت خلت المادام كانت لعيبة معنا في لاندول وهم من عيلة مصير وجدها بطل لهم بي بتاع رفع الأسقال لكن هي مش راضية عماته فقلت خلاص بي أنا أعتزل الرياضة وأبدأ أن أنا سافر عشر سنة أنا أكون أكون نفسي مقاسة معايا وربنا رزقني بأحمد في شركة خاصة نيرفانا في شؤوني القانونية بوزارة الشباب والحمد لله ربنا يديها الصحة ويديهم الصحة وعايشين مبسطين بما كتبوا ربنا للينا الحمد لله عشتنا هنا في النادي أولا يعني لو دخلنا في الحاجات بقى المقاسي والحاجات دي يعني حياتنا هنا في النادي زمان كانت حياة أسرية كرت لقيت كرت الخدم كلها كابتن أنور سلامة على كابتن هاني مصفى على يعني يعني والأسماء كلها اللي موجودة فطاحت كنا كلنا والسباحة وكرت السلة وكرت طيرة كلنا كنا نجمع ونقعد هنا في جنان يعني على الساعة تسعة نروح ماشية حتى الكورة ونقمن نماشية ما حسناش أبدا في يوم من الأيام إن إحنا متفرقين في الفرق دول سلة ودول طايرة ودول لا 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 نخلص سمرنا أن ييجي حتى في المباريات كان كل ييجي كابتن صالح السليم كان ييجي تفرج عضاء مجلس إدارة كانوا يجي يتفرجوا على المباريات عندنا يوم الجمعة ده مبارات الهندبول يبقى ده أساسي مجلس إدارة بييجي الكابتن صالح السليم يخلص كان مدير الكورة يخلص ويتفرج على المباراة كنا كلنا أسرة واحدة يعني اللي بيحزن الواحد حاليا إن بدأت كل الحياة دلوقتي متفرقة يعني لعيبت السلة فين وفين لما ييجي يتفرج على لعيب كورترياد كورت داد فين وفين لما يروح يتفرج على مبارات كورت طايرة إلا إذا كانوا لعيبين المنتخب فظل يبقى طلاقوا مع بعض طير كده مفيش اللقاءات اللي موجودة اللي إحنا تعيشنا معاها كأسر أسر فدي اللي لاحظة ترب عليها الحاجات اللي بتأثر في الواحد يعني مش عايز أقولي الأنانية لا أنا عايز أقول عدم الوضوح وعدم الصراحة اللي هي موجودة واستغلال المواقف كل كلام ده لو هي تلاشة في الرياضة هنبقى زي ما قلت لما الدكتور حسن مصطفى حطت الليحة إلى يومنا هزا ما فيش إشكال في كورت اليد بياسة ما فيش خلافات في كورت اليد بياسة ما فيش تغيير موعد مباريات ما فيش كل حاجة ماشية ثالثة 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 من الاتحاد للأندية للأجهزة الفنية حتى بتاعت المنتخب يعني حاجة أنا بفتخر أنك ورتيات من النادي الأهلي أساسا إلى يومنا هزا في النادي الأهلي بردو الرياضة زمان الرياضة زمان مش هنقول إحنا كنا بنصرف علها لا لأنه إحنا كنا طالبا ما هنقول إيه ولكن كنا بنشتاء أن إحنا نبقى في أي فرقة عشان ناخد تشارت نلبس منطلون يبقى معنا الشوز وننزل لما حسينا أن كل الكلام ده بانتمائي للنادي الأهلي وقال بالشرط شنلة النادي الأهلي وشرط النادي الأهلي وجازمت أنا وخش والجمهور ده كله بيتكلم أنا بترج ده النادي الأهلي ده كيان كبير ما حدش بيحس بيه إلا اللي تربى فيه اللي شم ريحة الهوى بتاعه بكراسية بمبانية بقاعدته كل حاجة هو ده الانتماء هو ده الحب هو ده الإخلاص ما كناش بناخد فلوس يعني يوم لما قالوا أن نديكم التقلات ها وصلت خمسة جنيه وكنا بنقول حاجة جميلة لكن لما دخلت المادية بدأت حاجات الفردية بدأت الأطمع يعني لأن حتة الماديات الملايين اللي دخلت دي كان ليها ده حسب رأيي ليها تباعد في مش هقولك رفع مصر رياضة بقى التباعد بين الأفراد الفريق نفسه في أقدام التباعد بين الأفراد في نفسه يبقى أنت مش هتلاقي رياض مش هتلاقي تيم كامل متكامل بيقدر أنه هو بيصمد عشان خاطر أنه هو ينتمي لفرقته أو ينتمي لمصرنا الحبيب لا لا المادة طاغت وباقت بطريقة الكل اللي بيصاب عليه أنت بتاخد لازم تدي لازم تتحاسب إحنا كان عندنا مدرب كرة قدم ومدربين زمان بتوعنا مدرب هودوكوتي وإحنا كان مدربيننا زمان كانوا بياخدوا إيه حاجات 2 جنيه كان مرتب بتاع المدرب زمان كان بياخد 2 جنيه ولكن كان بيقعد في الملعب الـ 24 ساعة وأنا لعب ناشئ كان الكابتن يجي يقول لي تعالى التمرين الفردي أو بعد التمرين تمرين فردي قد كنتي نفس الطريقة نفس الطريقة كان يجيب الكابتن الخطيب ويجيب الكابتن كلهم ويعطوهم وتمرين فردي شوت مرة باصل هو التمرين الفردي هو اللي بيعمل اللعيب لكن التبدريب الجماعي ما بيخلقش لعيب موهو ما بيخلقش لعيب زو مهارة عالية من اللعيب المحزوزة لأن الفطرة اللي هي بتاعتي يعني الحمد لله أنا كنت بمتاز بالسرعة بمتاز بالمرونة بمتاز بالرشاقة بمتاز بالسرعة ترد الفعل فالحاجات دي كلها اللي أنا اللي اتعلمتها من صغري وكبرت معايا بتركيز فدي ساعدتني على الارتخاب ومستوى المهاري بتاعي فدي خلت اللي أنا يعني أغلب مثلا أغلب أنا كنت بقى لعب وينجا 99 من أهدافي كانت كلها لوب أو انفراد عشان السرعة بتاعتي فكنت ببقى داخل وأنا بجيب الهدف بمتع يعني عايزة متع نفسي ومتع جمهور اللي كان في المدرك إن إزاي إن أنا داخل عشان خطر أخلي حالس المرمى ده يبقى قاعد يتنطط مش عارف حط الهدف فيه هلعبها له فيه هحطها له فيه لأن أنا عندي حيطة إن أنا أمشي في الهوى وكنت أقف في الهوى فكان عندي حتة التركيز 99% هدافي كلها لوب بيش 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 باعتمد على القبو خالص وانفراد برضو بقف في الهوى عشان خطر أعرف الحارس هيروح فين هوادي أنا فين وأجيبه فين فطاح للصحاف فطاح للصحاف ساز نجيب المسكاو ساز عباس لبيب ساز عب مجند نعمان كانوا دول لما يكتبوا أي حرف على أي لعيب دستور مش هيجاملوا حد كانش فيه مجاملة لعيب كويس هو لعيب كويس يكتب عنده أنا أول مرة نزلت لي صورة من اللعب اللي أنا كنت يعني كان الجمهور كان بيحبوا مني وكان بيطلبوا مني إزاي إن أنا حارس المرمى ده أحطه فين أو نيومه إزاي أو ألعبه إزاي أو أو اللعيب مثلاً أعمل معه في الفوتويرك الخداع والحاجات دي بطلها أول ما نزلت صورة ليه طبعاً أنا كنت في كامل ساعتي ما نزلتش صور شخصية لكن نزلت صور ليه وأنا بألعب مجلة علماني صورة الغلاف بتاعتي عليها وأنا بألعب برضو دور الأفريقية في ليجوس نزلت لي برضو صورة ليها الجرائد المصرية الحمد لله برضو كان لها نزلت لي فيها صورة الإحساس بقى بالجمال الأسرة عندي يعني حاجة كانت كبيرة علم أن كان عندي عم عثمان الساركي كان لقيه بكرة قدم هنا وكان من هيبقى من أحرف لعيبة مصر من جيل طبعاً الكابتن طرق السليم وكابتن صالح السليم ولكن جات الظروف أن جات له كرة في عينه فصلت له الشبكي فدي أثرت معها طبعاً فده كان من مسألة الأعلى بالنسبة ليه وحاولت أن أنا لازم يبقى مستوايا يعلى والدي الله رحمه من النوع اللي ما كانش يكلم خالص بس كان يقول لي لحظات كده يعني بسيطة لما وردت له صورتي في جرائد يعني مش أدر أقول لك في كامل ساعاته ولديتي أخواتي الحي نفسه كلهم مش أدر أقول لك الانبساط والانبهار أن أنا موجود في وسط الحارة والشارع والحي اللي أنا موجود فيه فوق الخيال الشهرة اللي كانت موجودة في الجرائد اللي موجودة كانت يعني جات في فترة اتحادات الطالبة لما كملت جديد اتحاد الطالبة وهخش ترشحات تحاد الطالبة وكان كابتن هاني مصطفى موجود وأنا كل المعاهد الرياضية كانت هدديني وهنجح وهخش تحاد طالبة وكان طبعاً الدكتور طلعت شدة كان مدعمني وكل حاجة كان يبقاش فروحت الوالد كلمت وقلت له طوله بقى يا كذا 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 وأنا أخشه وأبقى مشهور زيما مشهور في الرياضة برضو هبقى في التحاد الطالبة ومعروف ومسؤولين ومسؤولين الدولة وبتاع فاتكلمني كلمة صغيرة قال لي انت عدم ماشي في الرياضة ما تشتتش نفسك في حاجة تانية لأن انت لو شتت نفسك في حاجة تانية الوضع الرياضي اللي انت فيه هيقل فخلي قدم الناس بتتكلم عليه كويس وجريت وكريب بتنزلك صور وبتتكلم عليك والمسؤولين خلاص فروحت متيجي زي ما هو قال لدرجة من المواقف اللي حصلتلي اتمرن ولا بمباراة الجمعة واجه فمش هتقصر لا في الدراسة ولا 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 فانا قلت لهم افكر وارجيلكوا تاني يوم فقعدت فكرت فلقيت نفسي ان انا سنة صغيرة طب وبعدين الفلوس من هاخد فلوس ممكن انسى الوعد اللي انا اديته الوالدي ان انا لازم اكمل عالي واخواتي ان انا اكمل عالي قلت لك فما روحش للإحتراف وقعدت وقعدت في مصر وكملت في مصر يعني فوجات بعد كده جيت سفرت برا من الانجازات في مرسيتل الرياضة عمتان الحمد لله والشكر لذا يعني كنا بنتلع دورات اسكندرية وفي دورات الرمضانية الحمد لله والشكر الله من صغري يا اما اخد احسن لعب اما اخد الهدافة دي اذا كانت الدورات اللي بتتعمل في مصر اذا كانت حياتي بالنسبة للاتحاد فانا الحمد لله خد موسمين احسن لعب في مصر موسم تسعة وستين سابعين وسبعين وواحد سابعين ده احسن لعب في مصر خدت الخامس في ترتيب اختيارات جريدة الجمهورية اللي انا خدت السنة فيها اللي هي خدت فيها احسن لعب وحتى كان فيه الجريدة النادي الاهلي زمان ملخص النادي الاهلي زمان بالسنين بتاعته اللي فيها السباحة والسكوباش وكل الالعاب كلها بالنتايج بتاعتها اللي موجودة ليه حتة فيها دكتور طلعت شريدة كان الاول وانا كنت الخامس في كنت اخد احسن لعب في السنة دي في سنة تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين بعد الحرب تم اختياري في النادي الاهلي اللعب المثالي قبل الحرب وهيبقى فيه اللي احتفال بتاعها بعد الحرب بدلك قلت له اديه له كل اللي هو عيشه الجايزة كانت قضوية شرفية مدلا قلت له اديها الكابتن من خليل من لان احنا كلنا كنا بنا انا مع بعض واسرة واحدة بنحب بقى فلما ياخد الجايزة ياخد الجايزة ما كناش نقول للبعض لا كل على طول بنحب بقى الحمد لله برضو برا يعني عملت الانجازات لان انا تخصوصي تخصوصي بالنسبة للعب او متعتي في تدريب النشئ متعتي درجة اولى ولا بتاع ما احب النشئين اطلع ازاي الناشئ وطارد علي في النادي الاهلي قبل كده لكن يعني يعتبر ان انا يعتبر ان انا مرعب يعني قلت ايه خليني في النشئين بلاش الدرجة الاولى وكانت يعني اه طبيعا يعني كنت في عمان فكان الوزير باشماندس حسن سقر فكنت بنزل ازوره كل سنة وانا كنت اساسا كنت مداري في مداز الموهبين سنة سنة سبعة وتسعين وتمانية وتسعين وتسعة وتسعين فكن هو بقى وزير الشباب الرادة فبنزل ازوره كل سنة من ضمن الزيارات فارض علي ان انا اشتغل معا ما قاليش هتشغل فيه ارد عليها الشغل ما قلت له الشكل قال لي طب روح خلصوا ايه وتعالى وكانت ساعتها يعني الظروف الصحية بتاعت المادام بتاع بان الشاعة روحت ساعة بقى ومهان وروحت جاي ماسك مدرسة جيت جيت لمصر فقابلته فقال لي روح يمسك مدرسة المهويدة انا فاعم انه انا همسك مشروع من ضمن المشاريع فقال لي روح يمسك مدرسة الموهبين مسكت مدرسة الموهبين ودي كانت من اجمل فترات حياتي حطينا نظم وحطينا اللوايح بالالعاب اللي موجودة واجتمعات دورية مع رؤساء الاتحادات كل شهر والمدربين ووضع خطاتهم مع الدراسة والدخلية والتدريب واجتمعات دورية مع اللجنة الفنية كل اسبوع اللي فيها كان الدكتور محمد فتحي والدكتور مصفة كازم والدكتور مصفة الزام كل اسموعنا اجتمع مع المدربين ونشوفوا صلنا للنتيج لإيه وحطينا ان فعلا نظام ان اللي خشي سنة اولى قدامه ثلاث سنين اعداد مهاري وبعد كده يخش في تركيز للاعداد المهاري وبعد كده يخش مباريات دخل في جو مباريات يبقى لازم دخل المنتخب ما دخلش المنتخب بيبقى يتم استبعاده اللي عندهم السعداد المهاري حسب الاختيارات الموجودة بالاختبارات اللي موجودة اللي اللعب ممكن السنين اللي بعدها يخش المنتخب بيكمل في الدراسة وفعلا كانت الفطرة الثلاث سنين دي كانت تلتين تلتين المدرسة كلهم منتخب ناشئين الألعاب الرافع الأسخال ومن ضمن الرافع الأسخال اللي هو البطل الأولومبي اللي موجود دلوقتي اللي إحنا فرحانين بمعطيه خبيج مدسن وهو بيه والملاكمة اتنين أبطال أولومبي موجودين والمصارعة برضو وكرة القدم كرة القدم دي اللي كانت دي كانت حكاية ومن زمان يعني ما تخرج منها كانت المحمود القطيب وعبد العزيز كابتنا عبد العزيز عبد الشافي وكانت من الصفا عبده ولعيبة مصر كانت بيطلع نجوم وفي كل الألعاب وفي كل الألعاب إلى نحل حد من سنتين بعد سنتين طبعا تخفلت فأنا كنت قابلت ربنا وفاقه الدكتور أشرف وقلتونه أنت ها ترجع المدرسة المدرسة لما ترجع ترجع حسب النظام الأوروبي الأوروبي اللي هو موجود الطالب لما يخش هو كان طالب موجود وكان اهتمام موجود وكان فعلا يعني دراسيا كان بتبقى كان جيت الصبورة الزكية الصبورة الزكية طلبت من البشمهندس حسن ست صبورات زكية اتجبت للحال معسكرات داخلية ونعمل معسكرات خارجية دخلنا الاستثمار بقت كل الهيئات بتاخد من اللعيب فأتمنى ان الوزير يرجحها على النظام الأوروبي اللي هم اللعيب زي بالزبط كده منح الدراسية اللي بتطلع بره يعني بيطلع بره بيطلع بيخش بيكمل الدراسة بتاعته وموجودة وبيبقى ليده الدروس الخاصة بيه مع تفوقه الرياضي نتمنى دي انها ترجع المدسة تاني ونتمنى الراونة بتاعها والنجاحات اللي هي كان بتعملها ترجع تاني كان زمان انت الاهلي يعني كان الله رحمه كان حسين بس هولي بيصور وكانت المجلة يمكن يعني موجودة موجودة معايا تعتبر صفحتين ثلاثة وكان نزلت بعد كده المجلة لكن لو لقىنا التطور الموجود لا مختلف طبعا يعني فين دلوقتي ان الكاميرا ان الكاميرا النادي الاهلي بتنتقل لكل الملعب فين كاميرا النادي الاهلي ان هي بتقابل كل العيب فين كاميرا النادي الاهلي دلوقتي اللي هي مع الا مع الاعضاء ده حاجة جميلة بامانة وجهاز انا بشوفه بنشرح بشوفه اجهزة تانية في كل القنوات لكن انا بعتز بالجهاز بتاعنا بتاع الاعلام بتاع النادي الاهلي لانه فاهم وعارف ان هو متعايد شفين وبيدي رسالة مش للنادي الاهلي بس لكن بيدي رسالة باخلاص وتفاني وبحب لكل لعيبة مصر وانا فخور ان النادي الاهلي يعني رشحني ان انا امسك اكاديمية النادي الاهلي كرة الاهلي وربنا يوفقني ويوفق الزملائي في اكاديمية مدينة نصر ويوفق الزملائي في اكاديمية الشيخ زايد ونعمل ان شاء الله نتائج كويسة بالخيادة اللي موجودة والاعلام الهايل وان شاء الله بنبقى كلنا فخورين بالكيان اللي احنا يعني تعيشنا فيه من سنة ستين الى يومنا هذا لحد ما ربنا يفتكر اشتركوا في القناة